موسيقى نشرة الظاهرة أهلا بكم هذه أبرز العنو قرار مجلس الأمن الدولي يجدد ولاية المينورسو لعام ويكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي والمغرب يرحب بالقرار ويعدد النقاط التي جاءت مكرسة لمكتسبات التي حققتها المملكة لدى تبني القرار دول المجلس سعبر عن تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي على رأسها فرنسا والولايات المتحدة العضواني الدائما في المجلس فرنسا أعادت التأكيد على دعمها لسيادة المغرب على صحرائه قتلى ومفقدون في فيضانة هي الأسوأ التي تدرب إسبانيا منذ خمسة عقود ووزارة الخارجية المغربية تشكل خلية أزمة لمتابعة أوضاع مغاربة إسبانيا الحملة والوطنية لمحاربة التنمر في الوسط المدرسي والسيبيراني تكرس مواكبة المرصد الوطني لحقوق الطفل قضايا الطفولة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأمير للا مريم أهلا بكم قرار مجلس الأمن الدولي تابع للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية القرار الذي صدر أمس ليمدد ولاية المينورسو لعام آخر رحبت به المملكة في بلاغ صدر أمس عن وزارة الشؤون الخارجية بلاغ الخارجية عدد النقاط التي جاءت في القرار محافظة على جميع المكتسبات التي حققتها المملكة ومكرسة لثلاثية الإطار والأتراف وغاية المسلسل السياسي وفي البلاغ خصوصا وقفة عند العناصر الجديدة التي جاءت في قرار مجلس الأمن وهي عناصر مهمة لتطور القضية داخل الأمم المتحدة وأبرزها الإشادة بالزخم الأخير الذي تجهده القضية والمطالبة بشدة بالبناء عليه عبد الحافظ المنور في سياق مصار لا رجعة فيه كما رسمه جلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية يأتي القرار سبع وعشرون ستة وخمسون تقول الخارجية المغربية استنادا إلى الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي واستمرار سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية القرار الذي يمدد ولاية المنورس لعام إضافي يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب ويدرج أيضا عناصر جديدة ومهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة كما يكرس تقول الخارجية المغربية الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي ويذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصول إلى حل سياسي القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع لسيما الجزائر التي تم ذكرها في القرار أكثر من المغرب تشير وزارة الخارجية المغربية مضيفة أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق الخارجية المغربية أشارت لتطورين مهمين كرسهم القرار 2756 يعززان موقف المملكة يتعلق الأمر بتنويه المجلس بالزخم الأخير ومطالبته بشدة بالبناء على ذلك هذا بالنسبة للإضافة الأولى أما بالنسبة للإضافة الثانية فتتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لتفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية وحول عدم مشاركة الجزائر في التصويت أكد البلاغ أنها تدل على عزلة مواقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما كما تكشف وبشكل فاضع تناقضاته بين الدعاء الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة ورفضه في نفس الوقت دعم هذه الجهود واستمراره في التشبث بمنطق العرقلة قرر مجلس الأمن الدولي جد إذن ولاية المينورسو لعام إلى غية 31 أكتوبر 2025 وفي مقامل تكريسه سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي شكل القرار انتكاسة جديدة للجزائر برفض المجلس تعديلين حاولت إدخالهما على مشروع القرار قرر مجلس الأمن الذي صاغته الولايات المتحدة صوتت لصالحه 12 دولة وامتنع عضوان عن التصويت أما الجزائر الطرف الرئيسي وهي العضو غير الدائم في المجلس حاليا فلم تشارك من يويورك ذي مرسلة زكريا أيت عبد المشيد بهذا التأكيد من رئيسة الجلسة استصدرت المملكة المغربية قرارا جديدا من مجلس الأمن بأغلبية 12 دولة وامتناع 12 وعدم مشاركة الجزائر العضو غير الدائم في مجلس الأمن القرار لم يشذ عن قاعدة القرارات السابقة المشيدة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي مع تحديد الإطار وأطراف هذا النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي الدرس الذي يجب أن نأخذه على هذا التصويت هو هزيمة شنهاء للجزائر فيما يخص مقترحاتها للتغيير مشروع القرار وخلق آلية لحقوق الإنسان وفرض زيارة المندوبية السامية لحقوق الإنسان للصحراء المغربية طبعا الأعضاء رفضوا هذه الاقتراحين القرار 2756 تبنى لأول مرة موقفا واضحا وصريحا بخصوص العملية السياسية التي اعتبر أن نجاحها رهين بمدى احترام وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف وهذا طبعا انتصار المغرب لأنه منذ أن خرقت قررت شيردي من فولزاريو أن تخرج من وقف إطلاق النار نحن دائما كنا ننادي ما لا يمكن أن نقبل أن مجموعة مسلحة تتكلم على السلم وفي نفس الوقت تتكلم على الحال مرة أخرى وكما كان متوقعا ورغم كل المناورات صوت مجلس الأمن بغالبية أعضائه على قرار جديد بخصوص قضية الصحراء المغربية قرار يدعم للعام السابع على التولي مبادرة الحكم الذاتي ويحدد أطراف هذا النزاع بشكل واضح ويدعوها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات ويؤكد مرة أخرى على تمديد بعثة المينورسو لعام إضافي مع الاحتفاظ على أدوارها وصلاحياتها من بين أبرز الفاعلين والمصوطين على قرار مجلس الأمن الولايات المتحدة وفرنسا وهما العضوان الدائمان لذانبات موقفهما من مغربية الصحراء واضحا لا لبص فيه الولايات المتحدة التي اعترفت بسيادة المغرب على كامل صحرائه عام 2020 جددت أمس بمجلس الأمن التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي وفرنسا التي عبرت عن موقف يشدد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية أعادت أمس التأكيد على ذلك وعلى أن الوقت قد حان للمضي قدما وعلى أن الحل السياسي موجود وفي المتناول إذ اعتبرت المبادرة المغربية الأساس الوحيد لهذا الحل يونس رفق الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن يؤكدون دعمهم لمغربية الصحراء فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية كما جددت أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمها الواضح والثابت لمخطط الحكم الذاتي من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي موقفنا ثابت بالنسبة إلى فرنسا فإن حاضر ومستقبل الصحراء في إطار السيادة المغربية إن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي من خلاله تحل هذه المسألة ونحن ندعم خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب من جانبها الولايات المتحدة تجدد التأكيد على دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي واصفة إياه بالحل الجاد وذي المصداقية والواقعي الوزير بلينكين أكد على أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب هو مقترح جاد وذي مصداقية وواقعي يمكن أن يلبت تطلعات ساكنات الصحراء وهنا المجلس يرحب بالزخم الأخير ويحث الجميع على الانطلاق منهم وبالمقاربة الواقعية وذات المصداقية وصف ممثل السيراليون بمجلس الأمن مبادرة الحكم الذاتية التي قدمها المغرب منذ 2007 هذا التصويت يشير أيضا إلى دعمنا الكبير لمبادرة الحكم الذاتي المغربية وهي مقاربة واقعية وذات مصداقية للمضي قدما بالعملية منذ تقديم المبادرة سنة 2007 يذكر أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة جددت في القرار 2756 تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتية التي قدمتها المملكة سنة 2007 باعتبارها أساسا جدا وذام مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لتسليط مزيد من الضوء على قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ينضم إلينا مباشرة على الهواء من مراكش السيد إدريس الجريني والسادة العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد أهلا وسهلا بك سيد جريني لكل حدث سياق وسياق قرار مجلس الأمن الدولي ضمن في القرار نفسه ألا وهو الزخم الأخير الذي يشهده ملف الصحراء المغربية بل إن المجلس طالب بالبناء على هذا السخم هذا أهم عنصر من العناصر التي ستؤثر التطورات المستقبلية لقضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة فعلا إذا استحضرنا طبعا السياق الذي يأتي فيه هذا القرار وطبعا الأمر يتعلق بقرار صادر عن مجلس الأمن وهو الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة أو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة وهو المعني والمسؤول عن تدبير هذا الملف وطبعا قرارته تعتبر مرجعية وأساسية في هذا الخصوص وهي تقطع الطريق على كل طبعا من يحاول أن يشوي على مصار هذه القضية طبعا هو جاء في سياق إقليمه ودوله متميز على اعتبار أن هناك الكثير من الدول التي عبرت عن ترحيبها بمشتر الحكم الداتي بل ودعمها المباشر لقضية الصحراء المغربية نستحضر هنا طبعا الموقف الأخير لفرنسا وهو موقف واضح وموقف حقيقة يمثل حقيقة حطوة مهمة جدا فيما يتعلق بتعزيز مصار هذه الملف على اعتبار أن فرنسا بطبيعة هال عضو دائم داخل مجلس الأمن هذا الجهاز وأيضا باعتباره أن الأمر ينضم أو أن الموقف ينضم إلى الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية السابق فيما يتعلق بهذا الموضوع إضافة طبعا إلى مواقف أخرى إسبانيا بلدان إسكندنابية في عديد من البلدان الإفريقية في أمريكا اللاتينية في بلدان هناك بلدان عربية وصل الأمر إلى حد فتحي قنصليات بالأقاليم الجنوبية وهذه أعتقد بأنها إشارات من المجتمع الدولي كان من اللازم أن يلتقطها مجلس الأمن باعتباري مجلس الأمن هو يعني ليس بعيدا عن الواقع الدولي وهو جهاز طبعا سياسي من المفترض أن يستحضر كل هذه التحولات وبالتالي فتأكيده على استحضار هذا الزخام والبناء عليه فيه إشارة إلى أن مجلس الأمن كجهاز كما قلت يعني رئيسي الأمم المتحدة جهاز طبعا يعني يدبر هذا الملف يدعو إلى بناء أو إلى استحضار كل هذه المستجدات وكل هذه الوقاع لبناء حل المستدامن على خصوصا وأن المغرب سبق كما قلت وأن في مناسبات سابقة وتم التأكيد على هذا يعني من قبل المغرب في كثير من الأحيال وهو أن المغرب فرحة مشروعا يتعلق بمشروع الحكم الذاتي هذا المشروع الذي يمثل ومشروع الحكم الذاتي هذا سيد القريني يعني ضمن هذا الزخم الذي تحدثت عنه والذي تابعناه جميعا أشرت بالتأكيد إلى الموقف الفرنسي وهو موقف بوزن كبير باعتبار أيضا إلى جانب كونها بلد دائمة العضوية داخل مجلس الأمن الدولي هي دولة أيضا لها علاقة تاريخية بهذا النزاع وتعرف تفاصيله الدقيقة أن تشدد فرنسا على أن مخطط الحكم الذاتي حل وحيد يكرر السمو المبادرة المغربية بل أكثر من ذلك يخرج ربما بصفة لا رجعة فيها أي تصور آخر للحل من الدائرة أولا كما قلت بأن المغرب طبعا هو لا يدافع من فراغ هناك مشروع واعد مشروع ينسجي مع قرارات مجلس الأمن وخصوصا وأن القرار الأخير وغيره من القرارات أكدت على الخطوات التي طرحها المغرب في هذه الخصوص وهي تتسم بالجلد وطبعا تأكيد على أهمية مشروع الحكم الذاتي من قبل كثير من دول العالم فيه ثقة في هذا المشروع في مقتضيات هذا المشروع التي تحقق أو تقدم أو تطرح أمام الساكنة إمكانيات واعدة على مستوى تدبير شؤونها بصورة ديمقراطية وعلى مستوى استثمار إمكانياتها المجالية خدمة للتنمية بهذه الأقل وأعتقد بأن المجتمع الدولي وافق كذلك من جدية المغرب في هذا الخصوص ووافق كذلك بأن هذا المشروع كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الدول التي ضبرت تنوعها وتجاوزت إشكالتها المجالية من خلال هذه وكذلك تدبير أو اعتماد ما يسمى بالديمقراطية الترابية أو المحلية في تدبير شؤونها إذا سمحت بعجالة لا يمكن أن نمر مرورا سريعا على تركيبة التصويت على هذا القرار 12 صوتا لصالح قرار مجلس الأمن امتناع بلدين وعدم مشاركة الجزائر التي تشغل حاليا مقعد عضو غير دائم في المجلس وهي الطرف الرئيسي في النزاع بل تم ذكرها في القرار أكثر من المغرب يلخص ذلك وضع هذا الطرف وهو ربما وضع لا يحسد عليها أكيد قلت بأنه استمرار لما ذكرت طبعا أن اليوم الجزائر بطبيعة تجد نفسها معزولة ورغم أنها تؤكد بأنها غير معنية بالملف فعدم يعني هذا موقفها من القرار وتعقيبها على هذا القرار وخصا في مجال حقوق الإنسان علما بأن قضايا حقوق الإنسان في المغرب مفتوحة وقررت مجلس الأمن تتحدث دائما عن الاستقرار في الأقاليم الجنوبية يعني طبعا المجتمع الدولي وخصوصا القوى الدولية الكبرى قالت كلمتها لا أعتقد بأن هناك دولة من داخل مجلس الأمن يعني هي مع الخيارات الانفصالية علما بأن هذه الخيارات يعني لم تفضي إلى نتائج في عدد من التجارب وعلما كذلك بأن في المقابل المغرب كما قلت طرحت مشروعا واعدا يعني يخضى بثقة المجتمع الدولي وخصوصا هناك الولايات المتحدة فرنسا ولا أعتقد بأن الصين وغيرها يمكن أن تقبل بهذه الخيارات المتجاوزة والتي أصبحت معها الجزائر كما قلت يعني معزولة وسط هذا الزخام الذي أكد على ضرورة أخذها بأن اعتبار مجلس الأمن في المستقبل شكرا جزيلا لك سيد دريس القريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القادة عياد كنت مباشرة معنا عبر تقنية اسكايب من مراكش ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات القاتلة في فالنسيا الإسبانية ومنطقة الأندلوس إلى أكثر من مائة وخمسة وخمسين قتيلا وحث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانسيج أمس المواطنين المتواجدين في المناطق المتضررة على البقاء داخل منازلهم مؤكدا أن حالة الطوارئ لم تنتهي مريم تركا سيارة متكدسة في الشوارع شرفتها سيول الفيضانات القاتلة التي اجتح جنوب شرق إسبانيا فرق الطوارئ تواصل البحث عن المفقودين وإزالة السيارات لإخلاء الطرق الحصيل المؤقثة لهذه الكارثة الطبيعية ارتفعت إلى أكثر من مئة وخمسين قتيل وعدد غير محدد من المفقودين سكان المناطق المتدررة يحاولون تنظيف الشوارع وإنقاذ ما في وصعهم من منازرهم المذمرة أنا أسكن في هذا المنزل عندما انقطع الكهرباء جراء الفيضانات بقي عمال هذا المتجر عالقين ثم إنقاذهم بصعوبة نحن نسكن هنا سيارة عالقة بجوار المنازل ثم إرسال أزيد من 1200 جندي للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وخلال زيارة لفالنسيا دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سكان المنطقة إلى عدم مغادرة منازلهم وأكيدا موجة التقس السيء لم تنتهي بعد فيما أكد رئيس منطقة فالنسيا أن أجهزة التوارئ تمكنت من الوصول لكل المناطق المتدررة وأعلنت وزارة النقل تعليق حركة القطارات الفائقة السرعة بين مادريد وفالنسيا وتوقف نشاط وسائل النقل بالمنطقة على الأقل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وعلى إثر هذه الفيضانات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة والمغاربة المقيمين بالخارج أعلنت أنها معبئة من خلال خلية الأزمة المركزية وكذلك المصالح القنصلية بالمناطق الإسبانية المتدررة من الفيضانات من أجل تقديم المساعدة للمغاربة المقيمين بهذه المناطق وتم وضع أرقام هاتفية للاستعلام وهي الأرقام الظاهرة على الشاشة في لبنان شن الجيش الإسرائيلي أزيد من عشر غارات على الضحية الجنوبية للعاصمة بيروت فجر اليوم بينما أعلن حزب الله قصف مواقع إسرائيلية هذا وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلق بالغ من الهجمات الإسرائيلية التي تطال مرافق صحية وعاملين في القطاع الصحي في لبنان وفي جديد تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عام استشهد عشرات الفلسطينيين منذ فجر اليوم إثر غارات إسرائيلية استهدفت على الخصوص المناطق الواقعة في وسط القطاع في نشرة أيضا منذ ثلاثين عاما أي منذ العام الف وتسعمائة وأربعة وتسعين حين أحدث المرصد الوطني لحقوق الطفل يلتزم المرصد تحت رئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلة مريم بالعمل على صيانة حقوق الطفل وضمان تطبيق الاتفاقية الدولية لهذه الحقوق طيلة ثلاثين عام يواكب المرصد ما استجد من ذواهر وقضايا ترتبط بهذه الحقوق وضمن هذه المواكبة والمسايرة أطلق المرصد بإشراف من صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلة مريم رفقة حرم الرئيس الفرنسي بريجيت ماكخان حملة وطنية لمحاربة التنمر في الوسط المدرسي والتنمر السيبيراني تجسد الحملة وعي المملكة بخطورة هذه الظاهرة المقلقة عالميا والتي تتطلب التزاما حسن بن ربح تتواصل حملة محاربة التنمر في الوسط المدرسي والتنمر السيبيراني أنشطتها الثرية والتي أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلة مريم وبحضور السيدة بريجيت ماكرون تم قصو شريط الحملة رسميا والكشف عن خطوطها العريضة تحت شعار لنعم المعن وهو ما يؤكد التزام المملكة على حماية أطفال من هذه الآفة العالمية في هذا الصدد تم تصميم وتطوير تطبيق اتحاد الهادف إلى مكافحة التنمر والوقاية منه في الوسط المدرسي وإطلاق برنامج تكوين على مدى ثلاث سنوات لمكافحة الظاهرة بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في غدون هذه السنة تم تكوين أزيد من 875 مهنيا لهم علاقة بالأطفال من مختلف الوزارات ومئة وخمسة مهني متخصص في الصحة النفسية لهذه الفئة الاجتماعية تكوين ستتواصل على مدى ثلاث سنواتنا المقبلة فيما في سنة ألفين وستة وعشرين سيتم تعزيز هذا البرنامج على جميع الإعداديات بالمغرب لتسليط مزيد من الضوء على هذه الحملة الوطنية تحضر معنا في الأستوديو الزميلة سعاد زعتراوي أهلا بك سعاد لو نعرف أولا بالعنف المدرسي أو بالتنمر المدرسي وتنمر السيبيراني وأهم الأليات التي وضعتها هذه الحملة الوطنية للوقوف في وجه هذه الظاهرة زهرة تبقى ظاهرة التنمر المدرسي ظاهرة مقلقة جدا وهي ظاهرة عالمية لنعمل معا شعار الحملة الوطنية التي أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق التفل رفقة السيدة بريجيت ماكرون حرم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أشرفت على إطلاق قبل يومين حملة تجسد هذه الحملة التي أطلقها المرصد الوطني لحقوق التفل عزم المغرب على حماية أطفاله من التنمر المدرسي بداية لابد من الوقوف عند هذه الظاهرة المقلقة العالمية التنمر المدرسي هو نوع من أنواع العنف يحدث في المدرسة حيث يتعرض التلميذ لسلوك عنيف ومسكرر من قبل زملائه كلم جارح أو نشر إشاعات أو حتى عنف جسدي هذه السلوكات تؤثر كثيرا على الأطفال واليافعين تؤثر عليهم نفسيا وعاطفيا واجتماعيا ودراسيا أيضا الظاهرة للأسف حاضرة في مدارسنا وهي مشكلة جادة بحيث لا يمكن التعامل معها باستسهال أو التقليل من مخاطرها تطورت وسائل التنمر مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي لتمنح فرصة ظهور تنمر جديد هو التنمر السيبراني سلوك قائم على أذية الآخرين باستخدام الوسائل الإلكترونية هو أيضا يؤثر على النمو السليم للأطفال ويؤدي إلى تشكيل شخصية غير سوية ونفسية مضطربة عند الطفل في تفاصيل الحملة التي أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل العديد من الأنشطة الموازية من بينها بثوا كبسولة وعاوية حول التنمر المدرسي في أكثر من 3700 مؤسسة تعليمية تهدف إلى مكافحة التنمر والوقاية منه أيضا اطلقوا برنامج تكويني على مدى ثلاث سنوات لمكافحة التنمر المدرسي والتنمر السيبراني بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قام المرصد مؤخرا بتصميم وتطوير تطبيق اسمه اتحاد يهدف إلى مكافحة التنمر والوقاية منه في الوسط المدرسي اتحاد هو مقاربة تقوم على عدم الشعور بالذنب تشمل الضحايا والمتنمرين معا لحل هذه المعضلة ومن أهمي الآليات التي ذكرتها السعادة ضمن هذه الحملة الإنصات أولا الإنصات للضحايا الإنصات أول خطوة لمحاربة الظاهرة زهرة يسمد المرصد في محاربة الظاهرة التنمر على آليات فعالة من أهمها إحداث مركز الاستماع هو الأول من نوعه في المغرب وإفريقيا يمكن التواصل مع هذا المركز عبر رقم أخضر مخصص للتبليغ عن حالات الأطفال ضحايا العنف خلال الاتصال بهذا الرقم يمكن للطفل الإفساح عما تعرضوا له وخلية الاستماع تتدخل بشكل مستعجل للمتابعة النفسية والقانونية عبر محامين تابعين للمرصد الوطني وعددهم مئة محامي في كل تراب المملكة مع مرور سنوات تعززت هذه الآلية لتصبح منصة حقيقية للإستماع والتدخل طارئ تضم مختصين في الصحة النفسية وأطباء ومحامين منخارطين في هذا المجال تم تكوينهم من طرف المرصد الوطني الصحة النفسية للأطفال على رأس أولويات المركز أو المرصد تعالج بكل الاستعجال الممكنة خير دليل على ذلك عندما اهتزت الأرض بإقليم الحوز أدت إلى نوبات الهلع والإحساس بعدم الأمان فكان لابد من رفع أنقاض الخوف عن نفسية الأطفال في مقدمة الفرق الطبية التي حجت إلى إقليم الحوز متخصصون النفسانيون سابعون للمرصد من أجل تزبع الحالة النفسية للأطفال وبالعودة إلى موضوع التنمر وفي إطار خططه الاستباقية وضع المرصد الوطني لحقوق الطفل برنامجا وقائيا هاما يضم محورين يستهدف فئتين رئيسيتين أولا الأمهات وذلك من خلال بث وصلات فيديو في الأندية النسوية التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل وفي الجمعيات التابعة للإتحاد الوطني لنساء المغرب سميت بمدرسة الأمهات فيما تهم الفئة الثانية المراهقين من خلال بث وصلتين مصورتين بجميع الإعداديات والثانويات المجهزة بقاعة متعددة الوسائط إحدهما تتعلق بالقلق المدرسي والثانية تهم موضوع التنمر في الوسط المدرسي هذا بالإضافة إلى أن المرصد أطلق برنامجا للتكوين على مدى ثلاث سنوات لمكافحة التنمر والتنمر السيبراني بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ثلاثون عاما في الميدان ثلاثون عاما والمرصد الوطني لحقوق التفل يحمل مسؤولية حماية أطفالنا من كل أذى سواء تنمر أو تحرش أو عنف ليبقى الشعار والغاية الدائمة بناء غد أكثر أمانا واستقرارا لكل تفل مغربي شكرا لك سعاد زايد راوي شكرا نواصل النشرة من مراكوش هي حاليا عاصمة لصناعة الطيران الدورة السابعة للمعرض الدولي للطيران والفضاء مراكوش إيرشو تتواصل فعالياتها بقاعدة مدرسة القوات الملكية الجوية لتدفع بالواجهة بمكانة المغرب المهمة في المشهد العالمي لصناعة الطيران ولتجمع كذلك رواد القطاع حول المواضيع الرئيسية لهذه الصناعة الخالقة لفرص الشغل المعرض تحضره أسماء كبرى في صناعة الطيران والدفاع وشهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات بهذا الخصوص نضم إلينا مباشرة على الهواء من مراكوش السيد عفاف سعيدي مديرة صناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة أهلا وسهلا بك سيدتي تقييمكم لهذا المعرض ولدورته المقامة حاليا في مراكوش نعم سيدتي اليوم هو اليوم الثالث للدورة السابعة لمعرض مراكوش دولي الطيران لتنظم تحت الرعاية السامية للصاحب جانس رو الله هذه الدورة عرفت واحد إقبال باهر والنجاح كبير الحمد لله بمشاركة كثير من 75 وفد رسمي 21 دولة مشاركة وكذلك كثير من 200 عارض التي عرضوا أحدى التكنولوجيات والابتكارات في عالم الطيران بين هذه العارضين كبريات شركات العالمية عرفت هذه الدورة كذلك عروض جوية استثنائية ولقاءات وندوات لمناقشة تحديات التي عرفها قطاع صناعة الطيران والتوجهات الجديدة لهذا القطاع كما ركزت هذه الدورة على الابتكار لدينا فضاء خاص لشركات الناشئة الجديدة المغربية في قطاع صناعة الطيران كما عرفت هذه الدورة توقيع عدة اتفاقيات مع أهم الفاعلين في قطاع صناعة الطيران وقعنا مع شركة أمبراير وهو المصنع الثالث في العالم من أجل الإنشاء وتطوير منظومة خاصة به كما تم توقيع ثلاث اتفاقيات مع شركات سافران لتنفيذ اتفاقية استراتيجية لتم توقيع ديالها أمام صاحب ومزارة الله اليوم الاثنين الفارق من أجل إنشاء مصنع لسيانات محركات الطائرات وكذلك تم توقيع أربع مذكرات تفاهم مع شركات كل هذه الاتفاقيات وهذا الحدث الضخم العالمي يعني يجدد التأكيد ويظهر المكان الكبير التي باتت تتبوأها المملكة في عالم صناعة الطيران على المستوى العالمي كما ربما يعطي صورة واضحة عن مناخ الأعمال والاستثمار في المملكة نعم سيدتي عرف المغرب في درف أقل من 10-25 سنة من العمل متواصل من إنشاء قاعدة صناعية بمواصفات عالمية وجاذبية كبيرة الحمد لله المغرب صبح رائد عالمي لديه بسماء وتيت مركز في هذه الصناعة التكنولوجيا متقدمة بين العوامل التي خلت هذه القاعدة الصناعية توصل لهذا المستوى الذي هو فيه أولا وجود سياسات متتالية تحت الرعاية الصامية صاحب جلس الله وكذلك عرفنا نشتغل جميع القطاع العام والقطاع الخاص وجود بنية تحتية وجود مناخ ملائم للاستثمار والأعمال والعامل المهم كذلك هو وجود طاقات البشرية للحمد الله تنفتخر بهم لتكون أهم المعاهد للتكوين شكرا لك سيدة عفاف سعيدي مديرة صناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقة المتجددة بوزارة الصناعة كنت مباشرة معنا من مراكش بهذا نختم نشرة ظهيرة وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها قرار مجلس الأمن الدولي يجدد ولاية بعثة المنرسول عام ويكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي والمغرب يرحب بالقرار ويعدد النقاط التي جاءت مكرسة للمكتسبات التي حققتها المملكة لدى تبني القرار دول المجلس تعبر عن تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي على رأسها فرنسا والولايات المتحدة العضوان الدائمان في المجلس وفرنسا تعيد التأكيد على دعمها لسيادة المغرب على صحرائه لإعادة مشاهدة نشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزيم.ما وتطبيق ماي دوزيم شكرا على المتابعة إلى اللقاء